السلام عليكم أصدقائي محب الأخبار والمعرفات تحية طيبة لكم يوم الأربعاء الثالث والعشرين من شهر ديسامبا 2020 أهم أخبار ألمانيا في هذا الفيديو سوف أخبركم بالحالات الجديدة بالرقم القياسي لعدد الوفيات الذي سجل في الأربعة وعشرين ساعة الأخيرة أيضا سوف أجيبكم على بعض الأسئلة التي طرحها عدد كبير من الأصدقاء هل الصفر خارج ألمانيا ممنوع هل ألمانيا تخطط إلى غلق حدودها مع الدول الأوروبية أو حتى غلق مطاراتها مع العالم كي نعطي الطمأنينة للناس الذين عندهم سفريات ضرورية وسوف أيضا أخبركم ما أخبر به العالم الشهير الألماني دورستن حول النوع الجديد من كورونا الذي ظهر في بريطانيا وهل هو خطير أم أنه يشبه النوع الحالي كي نعطي الطمأنينة بطبيعة الحال للجميع المهم أصدقائي في الأربعة وعشرين ساعة الأخيرة سجلت أربعة وعشرون ألف وسبعمائة وأربعون حالة جديدة توفي 962 شخصا في الأربعة وعشرين ساعة الأخيرة وهو رقم قياسي لعدد الوفيات في ألمانيا لم تعرفه ألمانيا من قبل بذلك تصل الحالات الإجمالية في ألمانيا منذ ظهور هذا الوباء إلى مليون وخمسمائة وسبعون ألف وثلاثمائة وواحد وسبعون حالة شوفي من بينهم مليون ومائة وواحد وسبعون ألف وخمسمائة شخص وتوفي تمانية وعشرون ألف ومائة وثمانون شخصا الآن سوف نجيب على سؤال يطرحه عدد كبير من الأصدقاء هل الصفار خارج ألمانيا مسموح ممنوع هل الحكومة الألمانية سوف تغلق المطارات قريبا سوف يمنع الطيارة لأن هذا السؤال دائما أقرأه عندي بالتعليقات وعدد كبير من الناس يسألونه أبدا أصدقائي الحكومة الألمانية لا تفكر ولا تخطط لغلق الحدود مع أي دولة أوروبية وألمانيا لا تفكر ولا تخطط إلى غلق المطارات بطبيعة الحال ألمانيا أغلقت مجال الطيران على ثلاث دول هي بريطانيا هي إيرلندا وجنوب إفريقيا السبب هو أن هذه الثلاث دول منتشر فيها النوع الجديد لكورونا بكثرة لذلك ألمانيا أغلقت مطاراتها وطيرانها مع هذه الثلاث دول والغلق سوف يستمر إلى غاية يوم 6-1-2021 وبعد ذلك سيرجع الطيران بشكل عادي مع هذه الدول هل ألمانيا تخطط أيضا إلى الغلق طيرانها مع دول أخرى؟ لا أبدا المؤشرات الحالية لا تظهر بأن النوع الجديد لكورونا منتشر في دول أخرى بذلك ألمانيا لا تخطط ولا تتكلم ولا تدرس غلق الحدود يعني الحدود مع الدول الأوروبية أو المطارات الألمانية مفتوحة أصدقائي هل الصفر مسموح خارج ألمانيا؟ هذا السؤال يسأله عدد كبير من الأصدقاء الصفر عموما داخل ألمانيا أو خارج ألمانيا غير مرغوب فيه يعني الحكومة الألمانية عملت هذا الغلق الكامل الثاني الجديد كي أن الناس تبقى في منازلها لكن الصفر لأمور ضرورية داخل ألمانيا أو خارج ألمانيا فهو ليس ممنوع أصدقائي الحكومة الألمانية تطلب من الناس تطلب من المواطنين أجلوا سفراتكم إلى أن ينتهي الوضع لكن هي لا تقول الصفر ممنوع ومن يسافر سوف يعاقب الصفر غير ممنوع لكن غير مرغوب فيه يعني إذا عندكم أمور ضرورية يمكنكم أن تسافروا داخل ألمانيا محطات القطار مفتوحة أو طوبان بالسيارة مفتوح المطارات مفتوحة والطيران ممكن أصدقائي إذن الصفر غير ممنوع وإذا عندكم شي صفر ضرورية يمكنكم أن تسافروا لن يمنعكم أحد لكن الحكومة الألمانية تطلب من الناس عدم الصفر والبقاء في بيوتها لا تنسوا أصدقائي أنه إذا سافرتم خارج ألمانيا وعند العودة إلى ألمانيا ضروري أن تدخلوا إلى الحجر الصحي قبل ذلك ضروري أن تبلغوا قسم الصحة أن تتسجلوا على موقع أصدقائي أونلاين موقع حكومي ألماني بأنكم كنتم خارج ألمانيا ولكل مقاطعة هناك قوانين خاصة بالحجر الصحي فلا تنسوا هذا الأمر واسألوا على إجراءات الحجر الصحي في مقاطعتكم أصدقائي هناك مقاطعات تفرض الحجر الصحي من أول يوم قضاه الشخص خارج ألمانيا وهناك مقاطعات تقول يومين أو ثلاثة أو بداية من أربعة أيام المهم الأمر الخاص بالحجر الصحي يجب أن تسألوا عليه وتتأكدوا من عند أصدقائي قسم الصحة الذي سوف يعطيكم بطبيعة الحال الإجراءات الصحيحة الخاصة بدخولكم في الحجر الصحي كي لا تتعرضوا إلى غرامات أو إلى عقوبات أصدقائي قبل السفر خارج ألمانيا إذا ضروري أيضا أصدقائي أن تسألوا على إجراءات تلك الدول لأن كل دولة عندها إجراءات خاصة بها وقوانين خاصة بها قوانين الحجر الصحي قوانين القدوم من ألمانيا إذا عندكم سفرية ضرورية خارج ألمانيا فاسألوا على كيف تتعامل مع تلك الدول مع القادمين من ألمانيا يعني هل أنتم مجبارين على أن يكون عندكم فحص أن يكون عندكم كذا 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 فاسألوا أيضا على قوانين تلك الدول لكن المطارات مفتوحة لا يوجد تخطيط لغلق المطارات لا يوجد تخطيط لغلق الحدود أبدا ونهائيا أصدقائي ونتمنى السلامة للجميع يعني نصح مني أنا لكم أيضا إذا عندكم شي صفرة ضرورية لا يمكن تأجيلها فاسافروا لكن اسألوا على القوانين إذا الصفرة يمكن تأجيلها وليست ضرورية فأجيلوها أصدقائي إلى أن يتحسن الوقت وإلى أن يأتي فصل الربيع أو يأتي فصل الصيف وإن شاء الله يمكن أن تسافروا أنتم أحرار وقرروا ما يناسبكم أصدقائي لكن الحكومة الألمانية فقد تقول أجيلوا الصفر ولا تسافروا وابقوا في بيوتكم لكن لا يمنعوا شيء الآن سوف نمر إلى النوع الجديد من كورونا الذي ظهر في بريطانيا هل هذا النوع خطير؟ ماذا يقول عنه العلماء؟ العالم الألماني السيد دورستن وهو عالم ألماني مشهور عالم في مجال الفيروسات يعطي الطمأنينة حول النوع الجديد لكورونا الذي ظهر في بريطانيا ويقول لا داعي للقلق من هذا النوع الجديد طبعا يجب مراقبة الوضع قال بأن هذا النوع الجديد على الأغلب ظهر منذ مدة يعني هو ليس حديث العهد يقول بأنه على الأغلب ظهر منذ شهر تسعة من هذه السنة أن كورونا طور نفسه وطور جيناته وظهر وقال بأن هذا النوع كان منتشرا أصلا منذ شهر تسعة في بريطانيا لكن الناس لم يحسوا به ولم يعرفه إلا الآن إلا عندما انتشر بقوة وقال بأن أغلب الآن من يتم فحصهم في بريطانيا سبعين بالمئة يحملون إلى هذا النوع الجديد وقال بأنه يظن أيضا بأن ألمانيا وبعض الدول الأوروبية أيضا منتشر فيها هذا النوع لكن لم يظهر بعد قال بأن هذا النوع الجديد لا يختلف على النوع القديم واللقاح يظن بأن اللقاح الموجود حاليا الذي صنعته شركة بيونتك الألمانية وشركة فايزا الأمريكية يظن بأن اللقاح أيضا ينفع ضد هذا النوع الجديد لكورونا ويطلب من الناس عدم القلق وعدم الخوف ويقول بأن العلماء ما زالوا يراقبون الوضع وما زالوا يعملون تجارب ويعملون اختبارات لمعرفة أكثر وتدقيقية أكثر حول هذا النوع إذن لا يجب القلق من هذا النوع الجديد لا يجب الخوف من هذا النوع الجديد يجب فقط توخي السلامة لبس الكمامة الالتزام بغسل اليد الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتقليل اللقاءات الغير لازمة يعني اللقاءات الغير لازمة يمكن أن نقتصر بها على مكالمة بالهاتف بالفيديو إلى آخره وإن شاء الله سوف يكون الخير بإذن الله أحببت من خلال هذا الفيديو أن أقربكم حول هذه المسائل كي لا ينتشر الخوف كي لا ينتشر القلق وكي نعطي الطمأنينة للناس بأن الوضع بإذن الله نتفائل الوضع سوف يمشي إلى الخير بإذن الله هذا ما نتمنى أصدقائي أشكركم جدا على المتابعة شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء